نبقى في نفس الإطار وإلى ردود الأفعال حيث حث وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون جميع دول الخليج صاحبة الخلاف مع دولة قطر على الجلوس معا لحل كل الخلافات بينها معربا عن استعداد بلاده للعب دور في ذلك إننا بالتأكيد نحط الأطراف على الجلوس معا وحل هذه الخلافات وإذا كان هناك أي مجال فإننا مستعدون للعب دور من أجل ذلك إننا نعتقد أنه من الضروري بقاء مجلس التعاون الخليجي موحدا لن نتوقع بأنه سيكون هناك أي تأثير على عزم دول المنطقة جميعا والعالم على محاربة الإرهاب جميع الدول صاحبة الخلاف هنا كانت موحدة إزاء محاربة الإرهاب ومحاربة داعش تنظيم الدولة الإسلامية وقد أوضحت ذلك خلال قمة الرياض مؤخرا تنظم إلينا من واشنطن مرسلتنا ريمة أبو حمدية للمزيد من المتابعة إذن ريمة كيف تقيم واشنطن هذا القرار الذي وصفته الخارجية القطرية بالمستغرب وربما غير المبرر أيضا واشنطن تتابع بكثب وباهتمام كبير قطع العلاقات مع قطر آخر التطورات فيما يتعلق بالخليج ويبدو ذلك جليا من على الأقل حتى هذه اللحظة من التصريحات التي خرجت من محللين ومن كتاب الصفحات الرئيسية في الجرائد الأمريكية اليوم تحدثت عن هذا الموضوع وبشكل مفصل وزير الخارجية الأمريكي تحدث من سدني حول هذا الموضوع وفسر كثيرون تصريحات وزير الخارجية الأمريكي على أنه يريد من دول الخليج أن تبقى موحدة لأكثر من سبب هناك التحالف الذي تود واشنطن وتعمل من أجله لمواجهة مخاطر الإرهاب في المنطقة هذا التحالف لا يمكن الاعتماد عليه ولا يمكن أن يتم تشكيله إذا لم تكن دول الخليج موحدة كما قال عدة كتاب وأيضا واشنطن بحاجة إلى هذا التحالف للعمل على التسوية الفلسطينية الإسرائيلية كما قالوا وبدون جبهة موحدة من العالم العربي خاصة من دول الخليج في المنطقة في المرحلة الحالية لا يمكن العمل في هذه المرحلة أيضا وبالتالي تريد واشنطن من دول الخليج أن تبقى موحدة للعمل على أكثر من جبهة للتعاون مع دول الخليج ولكن من جهة أخرى يقول كثير من الذين يتابعون هذا الموضوع ويتابعون هذا الموضوع عن كثب إن واشنطن ربما أخذت على حين غرى عندما تم اتخاذ هذا القرار على ما يبدو حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد فعل على سبيل المثال من البيت الأبيض من أعضاء من الكونغرس الأمريكي وأن كان ربما ذلك بسبب فتح التوقيت ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أي رد فعل من البيت الأبيض من أعضاء في الكونغرس الأمريكي وبالتالي يفسرون ذلك على أنه ربما نعم يعني ينظر البعض إلى أن واشنطن الآن وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دخلت طرفا في هذه الأزمة نعلم المؤتمرات ومراكز الدراسات التي أصدرت العديد من المقالات وأيضا المؤتمرات عقدت ضد قطر وأيضا التسريبات الأخيرة للسفير الإماراتي في واشنطن أكدت كل ذلك كيف يمكن لواشنطن أن تكون وسيطا في هذه الأسمة وهي طرف فيها كثيرون ينظرون إلى ما يحصل الآن في دول الخليج خاصة أنه يأتي بعد زيارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة بأسابيع قليلة على أنه ربما يكون إشارة أو ضوء أخضر من هذه الإدارة بشكل لم يتم الحديث عن أنه جاء بشكل علني أو جاء بشكل متعمد ولكن هذه الزيارة ربما أعطت الضوء الأخضر لما يحصل الآن في دول الخليج خاصة بعد العقود التي حضر بها الرئيس الأمريكي. كثير من الكتاب على سبيل المثال قالوا أن هذه القرارات لا يمكن أن تكون قد تخذت أو لا يمكن إتخاذها تحت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وبالتالي ينظرون إلى أنه ربما تشجعت الدول التي قطعت علاقاتها مع قطر بسبب وجود هذه الإدارة الأمريكية. ولكن مرة أخرى هذه الإدارة الأمريكية تضع محاربة الإرهاب في سلم أولوياتها. إذا لم يكن هناك جبهة موحدة في العالم العربي من دول الخليج. لا يمكن الاعتماد على مثل هكذا تحالف. من جهة أخرى هناك أيضا كما ذكرت المؤتمرات التي عقدت في واشنطن. بعض الكتاب وزير الخارجي أو وزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت جيتس. الذي تحدث خلال أحد هذه المؤتمرات مراكز الفكر والبحاث في واشنطن. والتي عملت بشكل موثق كما يقول كثيرون. ولا يمكن أن يكون صدفة. لذلك يمكن القول أن هناك بعض الانشقاق داخل العاصمة الأمريكية لجهة التعامل مع هذه التطورات في الخليج. من جهة هناك كل هذه الجهود وهذه المساعي ضد ما يصفونه ضد قطر. ولكن من جهة أخرى تريد واشنطن من دول الخليج أن تبقى موحدة للعمل على أكثر من جبهة. خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب. في أيضا عمليات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. التي أيضا وضعها الرئيس الأمريكي أولوية له. أشكرك جزيلا شكرا على جملة هذه التفاصيل والمعلومات مرسلتنا من واشنطن ريمة بوحمدين.